عاد اسم مهاجم نادي رين امين جوري ليطرح من جديد على طاولة منتخب الجزائر بعد انتشار شائعات عن موافقته على تغيير جنسيته الرياضية وتداولت الجماهير الجزائرية في مواقع التواصل الاجتماعي منشورا من حساب مزيف لصحفي من جريدة ليكيب الفرنسية كشف فيه عن قرب التحاق صاحب الاثنان وعشرون عاما بصفوف محارب الصحراء واتضح سريعا ان كل ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة باعتبار ان اللاعب كان ولا يزال على موقفه القاضي بعدم الالتحاق ببلده الاصلي في الفترة الحالية على اقل تقدير ويواصل امين جويري اللعب مع المنتخب الفرنسي للشباب خلال عام الفان واثنان وعشرون ولكنه سيفقد هذه الخاصية في الاشهر القادمة عندما يبلغ من السن ثلاثة وعشرون عاما وسيجد خريج مدرسة اوليمبيك ليون نفسه امام خيارين لا ثالثة لهما في الفترة القادمة من اجل اللعب دوليا مع المنتخب الاول وهما انتظار دعوة من ديديه ديشان للالتحاق بكتيبة الديوك او التوجه للجزائر وتغيير جنسيته الرياضية وتدعيم تشكيلة جمال بالماضي